السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم انا مجال سوي قاس اقلم وتقليم جاير ليش خلاص دخلنا في بداية شهر تسعة هل جميع الاصناف تقلم تقليم جاير في بداية تسعة لا الحبيب فقط الاصناف التي تقود في فترة الشتاء كما هذا السلطاني البراون التركي كذلك الاسبان الاخضر انا منهم اليوم اقلم وما في قاعدة خاصة لعملية التقليم الكثير اللي يسألوني من وين اقص من وين اقلم والله لو عدمتها من تحت ترجع الشجرة مرة ثانية بقوة اهم حاجة بعد عملية التقليم تقوم بالمكافحة طبعا كل واحد عاد وطريقته واحد يقلم كذا يقلم طولية يعدمها من تحت انت شوف وش اللي يناسبك وقلم بس اهم حاجة بعد عملية التقليم المكافحة ليش لانك انت الحبيب قرحته انت قرحت الشجرة فاضعف مكان حاليا لهجوم الافات هو هذا المكان ولذلك يستحب انك تقوم بعملية رش مبيد فطر نحاسي بعد عملية التقليم مباشرة وتغطي مناطق القطع ايضا بعقينة فطرية ولا انك تسوى حتى مبيد فطر نحاسي تمزقه مع ماي وتغطيها او حتى بالالولوذيرا لكن المشكلة في الاولوذيرا انا قربتها سابقا فاستويت عندي مشاكل الاولوذيرا يبغالك تعيدها مرة مرتين ثلاث شوف انا خاطف اليوم وقالس اقلم تقليم جاير وما ابقي ولا ورقة وانا قالس اقلم تقليم جاير شوف العملية انزين البراون تركي حاليا يقلم في بداية شهر تسعة وانا لما اتحدث انا حاليا اتحدث عن مناطقنا احنا المناطق الحارة التي لا تنزل فيها درجات الحرارة في فترة الشتاء عن عشرة احنا عندنا الحمد لله رب العالمين درجات الحرارة في فترة الشتاء عز الشتاء ما تنزل عن عشرة ولذلك مو احنا نكون عندنا التقليم في فترة تين فترة في بداية حاليا الشتاء يعني بداية شهر تسعة وفترة اخرى لبعض الاصناف في شهر اثنين في بداية شهر اثنين المناطق اللي هي تنزل ويكون عندهم فترة سقيع لا الحبيب هم يقلموا تقدر تقول في نهاية شهر واحد او حتى في بداية شهر اثنين لجميع اشجارهم هل التيم يحتاج الى تقليم جاير سنوي نعم انه يحتاج الى تقليم جاير سنوي او خلينا نقول سنه جاير وسنه شبه جاير يعني نص جاير هذا انا سويت لعملية التوريق هذا الصنف اللي لا يقلم حاليا اللي هو الاسباني الاصفر الجامبا سويت لعملية التوريق انا زلكم مقطع اخر ليش انا قمت بعملية التوريق تقريبا من اسبوعين انا ورقتي انا زلت جميع الاوراق منها والحمد لله ترجع اذا خليني انا اتكلم مرة ثانية ارجع لتقليم الجاير هو اقول ان التقليم الآن جاير لفترتين لبداية شهر تسعة مثل ويش الاصناف اللي بداية شهر تسعة البراون التركي الاسباني الاخضر السلطاني اللادارك التركي اصناف كثيرة تكون توحاليا اهم حاجة انا عندي البراون التركي ومرة ثانية اقول لك يا الحبيب ترى اننا نتحدث عن المناطق الحارة كما سلطنة عمان والدول المحيطة وما اتكلم عن المناطق القارصة مثلا احنا عندنا في سلطنة عمان في الجبل الاخضر تكون درجات الحرارة عالية وعفوا منخفضة قدا في السقيع توصل لتحت الصفر احيانا الميهم اذا نزدد درجات الحرارة عن عشرة او حتى عن سبعة دخلت الاشقار في فترة كما يقال توقف العصارة ولذلك وجب عملية تقليمها في بداية شهر واحد مو هي الاشقار اللي تقلم تقليم قاير عندك التين عندك السدر هذا السدر انا قلمه ولكن انا قلمه هذا السدر في بداية شهر ثلاثة عندك العنب يقلم في بداية شهر اثنين ومرة ثانية اقول لك يا الغالد رح نتكلم عن مناطقنا احنا المناطق الحرة عن كلا عوزنا تمام الحبيب هذا فقط كصورة سريعة للتقليم وعسى يكون ان شاء الله ما نسيت شيء انما الاسبان الاصفر القامبو يقلم في بداية شهر اثنين كذلك القاسم تين قاسم يقلم في بداية شهر اثنين جميع الاصناف العمانية المحلية من تين العمان الاحمر تين العماني الاصفر القرداء الكوميثري كله الاصناف العمانية تقلم في بداية شهر اثنين لأنها كل الأصناف العمانية تعتبر أصناف صيفية وليست شتوية تمام؟ عساكم ما نسيت حاجة إن شاء الله أهم حاجة المكافحة ويستحب عند النمو الأوراق الجديدة نقوم بعملية رش مبيدات حشرية عامة وخاصة مبيد عناكبي هذا وقزاكم الله ألف خير